موسيقى التقى سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل والتي رحبت بزيارة السيد الرئيس لألمانيا مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر في مختلف المجالات وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط السيد الرئيس أعرب عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنصيق بين البلدين وكذا تطلع مصر لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التفاعل خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن ومؤكدا على أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني للقاهرة مؤخرا على رأس وفد من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الألمانية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامة السيادة بميونخ السيد ماركوس سودر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره لحسن الاستقبال من قبل حكومة بافاريا خلال مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن ومشيرا إلى تميز العلاقات المصرية الألمانية التي تعد أحد أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية سياسيا واقتصاديا وتنمويا وتتميز بتعدد وتنوع مصارات التعاون في مختلف المجالات فضلا عن وجود إرادة سياسية من الجانبين للارتقاء بها إلى أفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين من جانبه أعرب رئيس وزراء بافاريا عن سعادته باللقاء السيد الرئيس مؤكدا ترحيبه بزيارة سيادته لولاية بافاريا وبمشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن كما أكد رئيس وزراء بافاريا بما يجمع الشعبين المصري والألماني من علاقات صداقة تاريخية وما يشهده التعاون بين البلدين من تطور خلال السنوات الأخيرة استعرض السيد الرئيس خلال اللقاء النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مشيرا إلى المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها خاصة محور تنمية قناة السويس وما يتيحه ذلك من فرص استثمارية أمام شركات ولاية بافاريا لتشين مشروعات لتغطية السوق المحلي والتصدير إلى أسواق المنطقة العربية والقارة الإفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة وسوق اقتصادية مشتركة اشتركوا في القناة